في يوم الاستقلال كانت عدن أبرز حاضر وهي تطرد آخر جنود الاحتلال غير أنه بعد قرابة نصف قرن من الزمان تبدو عدن المكان والإنسان في وضع مغير لما أراده لها الثوار الأحرار فعدن التي احتضنت أبطال الثورات اليمنية شمالا وجنوبا وكانت درة الجزيرة العربية وميناؤها في قائمة أبرز الموانئ العالمية جاءتها الفرصة لتستعيد مكانها ومكانتها بعد تحرورها من ميليشيا الطائفية واختيارها لتكون العاصمة اليمنية فرصة وصفها بيان التجمع اليمني للإصلاح بعدا في ذكرى نوف انبر بالقول كان الشعب اليمني يأمل أن يرى عدن أنموذجا لمدينة مركزية قد تحولت إلى خلية نحل عامرة بالأمن والاستقرار ومركزا اقتصاديا جذابا للاستثمارات تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن ومهوى أفئدة اليمنيين جميعا فرصة تعمد البعض وضع الألغام الناسفة في مسارها لتأتي الذكرى الثانية والخمسون للاستقلال وعدا وفقا لبيان الحزب الاشتراكي اليمني تكابد حالة غير مسبوقة من أعمال البسط على أراضيها وسواحلها ومتنفساتها ومتاحفها ومعالمها التاريخية ليصبح ملف نهب الأراضي وفقا لبيان الاشتراكي كارثة مستقبلية وبؤرة لثارات وصراعات مؤجلة وبما سيؤثر على الميناء الدولي الذي سيفشل قطعا في مواكبة حركة الملاح الدولية البيانات السياسية دفعت المواطن للتساؤل وماذا بعد وهو سؤال نادع من حقيقة أن المواطن الذي تصله البيانات يعيش ما في سطورها في كل لحظة من حياته رعبا مستمرا تعززه عمليات اغتيال كان آخرها اغتيال مسؤول البحث الجنائي بالمنصورة اليوم ومختطفات سرية ما تزال وقفات الأمهات في انتظار ما خلف جدرانها من بقايا حياة وكرامة ونهب متواصل للأراضي ابتلع حتى المقابر والطرقات في ظل ملشنة شعارها هل من مزيد يعود ذكران فنبر إذن وعدن تنتظر استعادة أمنها وريادتها لتصبح عاصمة كل اليمنيين عاصمة السلام الخالية من السلاح عاصمة التنوع التي ترفض سيطرة اللون الواحد بالقوة وتستمد قوتها من تعايش الجميع العاصمة التي تحضر فيها الدولة بكل مؤسساتها وتغيب عنها الميليشيا بمختلف مسمياتها وأشكالها وتلك عدن التي أرادها نوف انبر أن تكون ترجمة نانسي قنقر